قال تقرير دولي أن الصراع في اليمن زاد من مخاطر التلوث بالألغام والمتفجرات حيث يواصل الحوثيون استخدامها وزرعها بشكل مكثف مع الحق خسائر بالمدنيين وعرق الوصول المساعدات الإنسانية وأكد التقرير الصادر عن منظمة ماين أكشن ريفيو البحثية أن الألغام المضادة للأفراد لم تعد تستخدم عسكريا إلا من قبل ميليشيا الحوثي والجماعات المسلحة في أفغانستان لا سيما الألغام ذات الطبيعة الارتجالية وأوضح التقرير أن الصراع الذي اندلع في اليمن قبل ست سنوات غير مدى التلوث وعقده بشكل كبير كما أوقف المسح المنهجي إلى حد كبير لمنع تحديد التلوث في أي جزء من البلاد ووفقا لتقديرات هذا المشروع قامت ميليشيا الحوثي بزرع مليون لغم أرضي منذ بدء الحرب ما يجعل اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعرضت لألغام كثيفة منذ الحرب العالمية الثانية ترجمة نانسي قنقر